تحديث واتساب الجديد اللي اعلن عنه مارك المدير التنفيذي لشركة ميتا على حسابه الرسمي على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب في الفيديو ده بنعرفكم التحديث الجديد اللي اتكلم عنه مارك واعلن عنه رسميا على حسابه الرسمي على الفيسبوك تحديث ده خاص بالواتساب هو بان انت تقدر ان انت تقفل المحادثة او الدردشة برقم سري او ببصمة اليد يعني بتعمل حماية للدردشة محدش يقدر يفتحها ولو اي حد او انت جيت تفتح الدردشة او المحادثة مع اي حد لو جيت تفتحها كده وتضغط عليها يقولك دخل الرقم السري او بصمة اليد او الامان اللي انت عامله على المحادثة اول حاجة تعملها ان انت تدخل على المتجر اللي هو البلي ستور او الاب ستور وتكتب فوق هنا واتساب بعد ما تكتب واتساب شوف هنا مكتوب لك تحديث ابدات ولا مكتوب لك او فتح لو مكتوب لك فتح يبقى انت كده محدث الواتس وتامل تمام بعد كده لو انت فتحت المحادثة مع اي حد زي ما انت شايف كده دي محادثة مثلا هي عندي على الواتس هتبدأ ان انت لو عندك باللغة باللغة الانجليزية او بالعربي مفيش مشكلة هضغط على النقاط اللي فوق ديت وبعد كده هتختار اللي هو اول اختيار اللي هو view contact او ما عرفش بالعربي يكون عرض الاسم حاجة كده اللي هو اول اختيار اضغط عليه بعد كده هتنزل تحت هيجي لك هنا اللي هو look chat او وقف المحادثة او غلق المحادثة بالعربي هتكون موجودة هنا في الحتة دي كده هتكون موجودة هنا لو انت عملتها وبالتالي المحادثة ديت هتبقى انها محمية برقم او برقم سري او بصمة اليد او المهم انها تكون محمية بالحاجة اللي انت هتدخلها محدش هقدر افتحها غير لو دخل الامان اللي انت عملته ده طب هي حاليا ما ظهرتش عندي هنا وانا بسجل الفيديو ده انا عندي اكتر من الموبايل ما ظهرتش لكن ظهرت عند بعض الناس فانت انتظر حدث الواتساب وانتظر ان شاء الله بتكون موجودة في جهازك بتكون موجودة بشكل تلقائي لان ده تحديث جديد بس انت تأكد من عمل تحديث لتطبيق الواتساب زي ما انتو شايفين كده التحديث اللي اعلن عنه مارك على حسابه الرسمي على الفيسبوك لما تدخل كده على حسابه الرسمي وتنزل كده تحت هنا تلاقي انه اعلن عن التحديث هوت ويقولك ازاي انه انت هتقفل الدردشة محدش يقدر ان هو يفتحها وامن لك اكتر ويحماية ليك فيديوهات كتيرة موجودة على القناة واهم الفيديوهات بس بها لك في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت ازاي تنشئ حساب جيميل ازاي ان انت تنشئ قناه ازاي ترفع فيديوهات ازاي تربح من اليوتيوب وشروحات برامج ومونتاج واشياء كتيرة جدا هتفيدكم ان شاء الله تحياتي لكم انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد في امان الله مع السلام